موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا أواصل حديث عن يسوع المسيح الممسوح من الله يسوع المسيح فإذا نأتي إلى العهد الجديد في ميلاد المسيح وفي سلسلة نسب المسيح مكتوب ميلاد يسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح الأول وأيضا في إنجيل لوقى الإصحاح الثالث يسوع الذي يدعى المسيح فإذن المسيح هو لقب يسوع المسيح يدعى يسوع المسيح المسيح تفرد بهذا اللقب وحده فلا يجوز أن تقال هذه الكلمة عن أي شخصية أخرى نعم مثل ما ذكرت أنه كان في ملوك وكان في كهنة وكان في أنبياء ممسوحون بالزيت لخدمة خاصة لخدمة معينة ولكن كلقب المسيح هذا اللقب يتفرد فيه يسوع المسيح وحده تفرد بهذا اللقب الرسمي في لوقة إصحاح أربعة والآية تمنطعش عندما وقف يسوع في مجمع الناصرة قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب هذه النبوة طبعا من نبوة إشعياء النبي إصحاح واحد وستين اللي بيتنبأ فيها عن المسيح روح الرب لأنه مسحني لأشفي لأعصب منكسري القلب فقيلت عن يسوع المسيح والمسيح في مجمع الناصرة قال قد تم هذا المكتوب في مسامعكم كان في رج كان في ضج في هذا الموضوع رغم أنه كل الآيات اللي فعلها واللي سمعها ولكن حاولوا أنه يرموا أو يطرحوا يسوع من سفح الجبل ويتخلصوا منه فإذن المسيح جهارا يقول أنه تم هذا المكتوب فإذن تعبير عن خدمة يسوع ولقب يسوع المسيح هو تعبير عن الخلاص أيضا فدائما الكلمة مربوطة يسوع المسيح ابن الله يسوع المسيح ابن الإنسان أو الرب يسوع المسيح هذه الكلمات كلياتها تجتمع في لقب المسيح الملك المخلص فإذن عندما تسمع كلمة المسيح المسيح الموعود به المسيح اللي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم المسيح ابن داود المسيح الملك المسيح المخلص هذه التعبيرات كلها عن لقب يسوع المسيح وطبعا واحدة من الإعلانات المهمة جدا الرب يسوع في قيسرية فليبوس سأل التلميذ من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ أجاب عدة أجوبة يحنى أرمية واحد للأنبياء وأنتم من تقولون أني أنا؟ أجاب بطرس وقال له قال لي يسوع أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب الرب يسوع وقال طوب لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السموات فإذن يعتبر إعلان من أهم الإعلانات فبطرس قال أنت هو يسوع المسيح ابن الله الحي المخلص الوحيد ليس بأحد غيره الخلاص ابن الله على أساس هذا الإيمان ترتكز المسيحية والعقيدة أننا نؤمن أن المسيح هو الذي أعلن عن الله وهو ابن الإنسان الكامل لكي يقوم بعملية الفداء والخلاص الكامل فالرب يسوع قال لبطرس طوب لك يعني هنيئا لك يا بطرس لأن هذا الإعلان ليس إعلان بشري لأنه مكتوب لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح فهذا الإعلان هو إعلان من الآب إعلان روحي إعلان سماوي أنك تعترف أنني جئت من عند الآب تعترف بإرسالية أنني أنا المخلص وتعتبر في أساسيات والعقائد المسيحية الإيمانية أنني ابن الله على أساس هذا الإيمان الإنسان يخلص الإنسان يخلص فهذا التعبير أنت هو المسيح ابن الله ومرة تانية عندما ترك كثير ترك يسوع المسيح قال بطرس ليسوع ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فطبعا قال يسوع يعني الحق أقول لك رب وعدو في بركات عطايا والحياء الأبدي وقال بطرس ليسوع نحن قد عرفنا وآمنا أنك أنت هو يسوع المسيح ابن الله على أساس هذا الاعتراف كان مهم جدا للخلص ابقوا معي سأستكمل حديث بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر